موسيقى عاشت مصر سنوات من الجهد والكفاح في العقد الأخير تحملت خلالها الصعاب واكتازت العقبات لكي تنجح في الوصول إلى حياة كريمة تليق بالمصريين وبالمواطن المصري ووضعت القيادة السياسية تحسين حياة المواطن المصري بجميع فئاته نصب أعينها من خلال نقالات نوعية في نمط حياته عبر العديد من المبادرات الرئاسية سنوات من الجهد والكفاح عاشتها الدولة المصرية في العقد الأخير تحملت خلاله الصعاب واكتازت العقبات لكي تنجح في الوصول إلى حياة كريمة تليق بالمصريين من أجل ذلك الهدف وتلقى الغاية وضعت القيادة السياسية تحسين حياة المواطن المصرية بجميع فئاته نصب أعينها من خلال نقالات نوعية في نمط حياته بالعديد من المبادرات ففي غطوة غير مسبوقة أطلق الرئيس عبد الفتاح أسيسي مبادرة لإنعاش الاقتصاد المصري في عام 2014 وهي صندوق تحيا مصر صندوق ذو شخصية الاعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء برعاية رئيس الجمهورية والذي أثمر عن العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد والبنى التحتية للدولة والمشروعات الاجتماعية والصحية وتغلغل في كل مناحي الحياة قطوق نجاة سريع تم إلقاؤه الاقتصاد المصري الذي كان يعاني بعد عام 2011 ولأن بناء الإنسان عنوانها جاءت المبادرة الرئيسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتستادف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطن الريف المصري وذلك في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقفاء الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتتخطى التكلفة الإجمالية للمشروع بمراحله الثلاثة أكثر من تريليون جنيها وفي الإطار ذاته جاءت مبادرة تكافل وكرامة التي عمدت إلى التدخل المباشر والسريع عن طريق تقديم المساعدات النقضية المشروطة للفئات الأكثر احتياجا هذا بالإضافة إلى مجد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 عاما فأكثر أو ممن هم لديهم عجز كلي أو إعاقة كما اهتمت الدولة اهتماما غير مسبوق بصحة المواطن المصري التي تعتبر حجر الزاوية في أي تقدم تصب إليه الدول النامية فكانت مبادرة 100 مليون صحة التي حملت تعداد مصر في عنوانها وتتضمن العشرات من المبادرات الصحية البداية كانت بمبادرة الكشف عن فيروسه والأمراض غير السارية والتي لقت إشادة منظمة الصحة العالمية ثم تبعتها مبادرات عديدة لتحسين صحة المرأة والطفل وصولا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار ولأنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع جاءت مبادرة دمج تمكين مشاركة التي انطلقت عام 2016 لدعم ذوي الهمم وتمكينهم من العمل والتعليم والحياة وتسهيل حركاتهم وتعاملاتهم داخل المجتمع مبادرات عدة وجهود لا تحصى أطلقتها القيادة السياسية كفكرة وسخرت من أجلها كافة مؤسسات الدولة بل والمجتمع بكل فئاته لتتحول دعوة التشارك لفعل يشهد له القاسي والداني ويطرق في نفوس المصريين أثراً ينشد حب الوطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر